أكد وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن كل شخص أو هيئة وجهة اتهامة للمغرب عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر برنامج معلومتي جاء ذلك في حوار خاص به المجلة الإفريقية جانا فخيك عيمة دامزمير المغرب يتعرض لحملة خبيثة بسبب سياسته المستقلة والسيادية هذا ما أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا في تصريح لجون أفريك مضيفا بأن توقيت هذه الحملة ليس اعتباطيا ومذكرا بأن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة ذروة العداء الإعلامي في بعض البلدان عشية احتفال الشعب المغربي بعيد العرش وهذه السنة ليست استثناء لطالما تم اختيار هذا التوقيت الرمزي للغاية بالنسبة للمغرب والمغاربة من قبل الأوساط المعادية المعروفة لدى المملكة والتي تسعى جاهدة لتشويه صورة المغرب ومؤسساته هي حملة مسعورة من خصوم عجز عن مسايرة المملكة في تدورها واستقلال قرارها وحماية سيادتها ووحدتها الترابية الحكومة المغربية من جانبها عبرت عن استغرابها الشديد لقيام صحف أجنبية منضوية تحت اتلاف يدعى بنشر مواد اخبارية زائفة بشكل متواتر ومنصق يدعي فيها كتابها زورا وبهتانا قيام المملكة باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية مؤكدة أن المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات بسبب ما حقته المملكة من إنجازات عديدة اقتصادية واجتماعية وحقوقية كما أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول مزاعم والدعاءات باطلة تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية تنسب لسلطات المغربية العمومية اتهامات وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمص بالمصالح العليا للمملكة المغربية المغرب سيواصل مسيرته بهدوء وثبات لتعزيز إقلاعه الاقتصادي وتنميته الاجتماعية وإشعاعه الإقليمي والدولي فالمغرب كما أكد على ذلك ناصر بوريطة فاعل إقليمي مؤثر ومحوري يسمع صوته داخل مؤسسات دولية وقارية كبرى من قبيل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وهو باعث للسلام والأمن داخل محيطه الإقليمي وشريك أمني موثوق لدى العديد من البلدان في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتي ساعدها على إحباط العديد من العمليات الإرهابية ناصر بوريطة أكد أيضا في حواره مع المجلة الإفريقية جونافريك أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء وأن دور العدالة بالتحديد هو التحقق من الاتهامات على ضوء الأدلة المادية والملموسة مضيفا أن المغرب اختار وضع ثقته في العدالة داخليا وعلى المستوى الدولي منددا بالستار الدخاني وعملية التلفيق المفبركة من الألف إلى الياء وبدون أي دليل كما دعا إلى تسليط الضوء على الحقائق بعيدا عن الجدل والافتراء